غداً سيبدأ العراقيين رحلةٌ جديدة وهم يختارون نسخةً لمن يمثلهم في المرحلة المقبلة غداً وأنتم ستذهبون لسناديق الاقتراع عليكم وعلينا أن ندرك حقيقةً بأننا سنضع في هذه الصناديق ضمائرنا وليست أوراقاً نكتبها غداً هو الحد الفاصل الذي تقررون فيه ما تشاءون بلا ضغط وبلا منة فأنتم كما أهدناكم أحراراً غداً نساؤنا وأخوتنا وأبناؤنا وأخواتنا وأنتم تسيرون من بيوتاتكم إلى مراكز الانتخاب عليكم أن تتذكروا الدماء الطاهرة الزكية لشهداء تشرين ولشهداء جيشنا بكل الصنوف وتتذكروا الآلام التي ما زال يعانيها جرحاناً غداً وأنتم تضعون الضمائركم في صناديق الاقتراع عليكم أن تتذكروا من خان العراق ومن باعه إلى داعش غداً عليكم أن تتذكروا كل رموز الجهل والفساد والتجهيل والتخلف غداً يجب أن تدركوا وتعرفوا وتشخصوا كيف أصبح العراق من دولة غنية إلى دولة فقيرة غداً يستدان الراتب ويستدان الغاز ويستدان لقمة العيش غداً عليكم أن تتعرفوا أن هناك أكثر من 15 مليون عراقي يعيش تحت خط الفقر غداً عليكم أن تدركوا أن مستقبل العراق بأيديكم غداً عليكم أن تتعرفوا وأن تميزوا بين الذين خدعوكم لسنوات طويلة بشعارات رنانة زائفة غداً عليكم أن تميزوا وبدقة وبشرف وبحيادية وبانتماء حقيقي إلى العراق من هم المطرفون ومن هم الفاسدون ومن هم السارقون ومن هم القتل ومن هم اللصوص ومن هم الشرفاء الذين تضعون لهم ضمائركم من يشبعكم انتخبوه ومن لم يكن منكم أطردوه فتأودنا عليكم إنها إن كلما اشتدت الخطوب أنتم رجالاً لها نحن نستطيع أن نبصر لكننا لا نضغط على هذا ولا نضغط على ذاك فأنتم أحراراً فيما تقولون وتنتخبون ولكن تذكروا أن غداً وفي غداً العراق سيكون أمانةً في أعناقكم وبعدها لا تحين مندم عندما تكررون الفاسدون وعندما تكررون الذين سرقوكم وقتلوا أبناءكم وسرقوا خبزكم فعندها لا عتب ولا خطاب ولا دمعة سيكون لها أثراً